كذلك تحدث الرئيس الأوكراني فولدمير الزيلينيسكي أمس الأحد لوسائل إعلاما روسية أن بلاده تدرس بعمق قضية حياد أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لأنهاء الحرب وقال زيلينيسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت قال إن أحد بنود المفاوضات يتناول الضمانات الأمنية والحياد وأضاف نحن مستعدون للقبول به هذا البند في المفاوضات قيد النقاش يتم درسه بعمق وأتدرك لكنني لا أريد أن يكون وثيقة على طريقة اتفاقات بوداباست في إشارة الاتفاقات وقعتها روسيا عام 1994 تضمن وحدة أراضي وأمن ثلاث جمهوريات سوفيتية سابقة بينها أوكرانيا في المقابل التخلي عن الأسلحة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتي وأكد أن الاتفاق بين الجانبين يجب أن يصادق عليه برلمنات الدول الضامنة مكررا أنه سيتم إخضاعه للاستفتاء وقال أيضا أعتقد أنه يمكن إنهاء الحرب سريعا متهما الطرف الآخر وفريقه أنهم من يماطلون وتابع علينا أن نتفق مع رئيس روسيا ولكن من أجل الاتفاق يجب أن يخرج من حيث هو ويأتي للقاء ويلتقي وفدان روسي وأوكراني مجددا بداية الأسبوع في جولة مفاوضات مباشرة في تركيا شكرا